الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتكو الحمد لله استجابت فاندنج بيبس وألغت قاعدة 3 بالمئة رغم ان قاعدة 3 بالمئة انا بالنسبة لي كمتاجر مش بوصل لها لكن هي ألغت قاعدة 3 بالمئة وأرسلت ايميل بذلك ده كان الايميل الخاص بيوم القاعدة 3 بالمئة تم إلغاءها اهو كل هذا الكلام فالحمد لله اللي هم استجابوا حاجة ممتازة جدا وقالوا كمان ان هم نشطوا 10 تلاف حساب وأعطوهم فرصة مرة أخرى ليوم التسامح العالمي ما عرفش يعني ايه العشرة تلاف حساب اللي تم تنشطه يا ريت اللي يعرف المعلومة ديت يقول لنا فخلينا نشوف احكي لك تجربتي الشخصية مع الشركة بصراحة أكتر من ممتازة يعني يمكن حاجة غريبة حصلت وأنا في الشركة طبعا الناس بدأت تتكلم عن الشركة بعد أن ما دخلتها يعني انا ايه قالوا ليه كويس فدخلت مع الناس فعديت المرحلة الأولى وشغل في المرحلة الثانية واحدة واحدة فإذا بجموع الشعب العامل الكادح تقول لي لا الشركة مفيش سحب الشركة مش عارف ايه الشركة ايه فأنا في المرحلة الثانية طبعا ده تأثير سلبي فقلت بقى خلاص انا كده لازم اجرب بنفسي لازم اعدي المرحلة الثانية رغم ان انا كنت عامل اطار زمني اكبر من كده فزودت السرعة شوية فالحمد الله اكتزت المرحلة الثانية الناس بقى ايه ما سابتنيش في حالي هم هيسيبوني مش هيرتاحوا فقالك لا اما انت بتعدي المراحل مفيش مشكلة بس هي المشكلة في السحب فقررت ان انا عاوز اعمل ربح علشان اسحب فالحمد الله عملت ربح واعطوني معادل السحب وسحت ده السحب زي ما انت شايفه اهو قال يوسف اهو تمام السحب مالكش دعو بقى بمبلغ السحب المهم ان احنا سحبنا بس هو بقى اقل مبلغ للسحب في حساب الميت الف عشان يعني كده لازم تكون عملت الف دلار فالشرك Bundesاع limited السحب تم في ارى FI انا طلبته يوم اه اه A zero سبعة الفين اربعة وعشرين وصالني 11 سبع الفين اربعة وعشرين على relyse رايز طبعا عشان اه 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 tru ما انت بتسحب اكتر من خمسون دولار فانت تسحب عن طريق رايز اه طلبها ان توولتك بتدعم رايز لكن لو توولتك مابددعمش رايز ليك ان انت اه اه تسحب من خلال العملات الرقمية طبعا انا اختبرت الشركة ايضا في مسألة الانزلقات السعرية لا هي سيئة في الانزلقات السعرية فانت حاول تبقى العقود بسيطة او تعمل الاستوب بعيد لكن هي في الانزلقات السعرية شركة سيئة في الانزلقات السعرية لكن انت لازم تعرف من اين تؤكل الكتف يعني انا مثلا وضعت كام مش اقف دفعة 350 دولار في الحساب فلما اسحب من هذه الشركة طوال السنة مثلا 10.000 دولار 20.000 دولار ايه المشكلة بس لازم اذاكر جيدا وافهم جيدا القواعد الخاصة بهذه الشركة انا بحاول كل شركة اقولك المزايا والعيوب علشان بعد 10.8.2024 تعرف تشتغل في هذه الشركات لان انا مش هكون متواجد في القناة اه واتفرق تماما للمتجرة وسافر خارج مصر فانت حاول بقى تفهم هذه القواعدة انا بحاول كل شركة اقولك مزاياها وعيوبها وتشتغل معها ازاي تمام فان شاء الله خير هتركرك في صندوق الوصف اللينك الخاص بالشركة وتقدر تشتغل معهم وتشتري حساب مفيش اي مشكلة في ازاي الشركة شكرا جزيلا شكرا جزيلا